بسم الله الرحمن الرحيم أولا تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بأربعين لترا من منتوج الغاز لكل كيلو بولت وبمبلغ ميتين وخمسين دينارا فقط للتر الواحد على أن لا تقل ساعات التجهيز من المولدات عن 12 ساعة يوميا وبالتناوب مع التجهيز من الشبكة الوطنية ومن الساعة العاشرة والنصف صباحا ولغاية الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم التالي ثانيا تتولى الحكومات المحلية وضع تسعيرة مناسبة للإمبير المجحز من المولدات الأهلية ومراقبة مدى الالتزام بمدة التجهيز والتسعيرة ثالثا ينفذ هذا القرار بدءا من 1 تموز 2024 ولغاية 31 آب 2024 الموافقة على تعاقد وزارة الكهرباء مع شركة ماسا القابضة وفقا للتفاصيل المبينة في كتاب وزارة الكهرباء المؤرخ في 23 حزيران 2024 لتجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية بشكل خاص والمنظومة الوطنية بشكل عام بسبب حمل الذر والصيفي وحاجة المنظومة الكهربائية بحسب الصلاحية المالية ولمدة ثلاثة أشهر الموافقة على ما يأتي أولا تخويل السيدة وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية التوقيع على اتفاقية القرض الممول لمشروع تجهيز وتنفيذ محطات 132 كيلو فولت عدد خمسة لمحطات جنوب الخالدية والسوادة والرميثة وشمال كركوك والرفاعي لمصلحة وزارة الكهرباء استنادا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و24 و25 ثانيا الموافقة على شرط التمويل المثبت في كتاب وزارة المالية المؤرخ في 23 حزيران 2024 الموافقة على تعاقد وزارة الكهرباء مع شركة كار لتجهيز الطاقة الكهربائية من الجمهورية التركية وفقا للمعادلة السعرية المخفضة المبينة في كتاب وزارة الكهرباء المؤرخ في 23 حزيران 2024 لمدة ثلاث أشهر بسبب حمل الذر والصيفي بحسب حاجة المنظومة الكهربائية وبحسب الصلاحية المالية الموافقة على إحالة مشروع نبوب الغاز السائل الشرقي 16 LPJ عقد حلفاية بصرة بطول 193 كيلومتر وحسب الصلاحية المالية المخولة لمجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بتعديل مشروع قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخ في 12 آذار 2024 بحذف كلمة الرسوم المذكورة في البند ثانياً من المادة أولاً في مشروع القانون والإبقاء على كلمة الأجور وذلك لانسجام مشروع القانون مع عنوانه قرار أولاً تكون آلية إطلاق الإرساليات من الدائرة القمرقية في المنافذ الحدودية الحاصلة على شهادة فحص معتمدة من الشركات العالمية الفاحصة ثانياً البضاع التي لا تحمل شهادة فحصاً من الشركات العالمية الفاحصة والتي يمكن استخدامها محلياً من المستهلك فتحسب نماذج منها من الدائرة القمرقية في المنفذ الحدودي وإرسالها إلى وزارة التخطيط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لفحصها ثالثاً استثناء وزارة النفط من الفقرة اثنياً باء من قرار مجلس الوزراء المرقم 24167 لسنة 2024 بحسب الآتي يكون نفاذ الاستثناء من تأريخ حصول موافقة السيد رئيسي مجلس الوزراء بدءاً من تأريخ 22 آيار 2024 بحسب تأريخ إصدار كتاب مكتب رئيسي مجلس الوزراء إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية المرقم 24016 بحسب الآتي أولاً الموافقة على تأليف مجلس البناء العراقي برئاسة وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وعضوية وكلاء وزارات التخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي والعدل والبيئة ووكيل أمانة بغداد وممثل عن هيئة المستشارين ونقيب المهندسين العراقيين وإضافة ممثلين عن وزارات الصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والداخلية ثانياً يتولى المجلس المبين في الفقر واحد المذكور آنفاً المهمات المدرجة في أدنى أليف تنظيم الأمور كافة التي تتعلق بعملية البناء في العراق وتعد البواب الرئيسية لوضع القوانين والتعليمات في هذا المجال ومن ضمنها قانون البناء العراق الموحد ودليل إدارة المشروعات والدليل القياسي لتحليل الأسعار ودليل المهندس المقيم في تنفيذ المشروعات الإنشائية باء مسؤولية إدخال التقنيات والأساليب الحديثة في مجال الصناعة الإنشائية مع تطبيق مبادئ التنمية المستدامة جيم إعداد وتحديث المدونات والمواصفات العراقية وتطبيق الكودات العربية الموحدة التي تنظم عملية تطبيق المدونات في القطاعين العام والخاص دال تنظيم عمل الأيد العاملة المحلية والأجنبية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ثالثاً إعداد وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس المذكور آنفاً على أن لا يتعارض مع مهمات المؤسسات الحكومية وصلاحياتها إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية المرقم 24017 بحسب الآتي الموافقة على توصية اللجنة العليا لإدارة النفايات في العراق المؤلفة بموجب الأمر الديواني رقم 7 لسنة 2022 بشأن استثناء قطع الأراضي المملوكة لوزارة المالية والمخصصة إلى المؤسسات البلدية في المحافظات لإنشاء مطامر صحية أو مشروعات معالجة النفايات من قرار مجلس الوزراء المرقم 169 لسنة 2022 لتسهيل عمل دوائر البلدية للتخلص من النفايات قرار يتولى المجلس الأعلى للشبابي المؤلف بموجب الفقر واحد من قرار مجلس الوزراء المرقم 23465 لسنة 2023 المهمات الآتية أولا التنسيق في رسم السياسات العامة لفئة الشباب في جمهورية العراق مع الجهة القطاعية المعنية ثانيا النظر في قضايا الشباب المختلفة في المجالات كافة ثالثا التوجيه بتطبيق وتنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بالشباب رابعا تقديم ومتابعة مشروعات القوانين المتعلقة بالشباب خامسا تقديم تقارير عن نشاط عمل الجهات الحكومية وغير الحكومية المتعلق عملها بقطاع الشباب وتوجيه وزارة الشباب والرياضة والجهات الأخرى لتفعيل عمل الجهات المذكورة آنفا آنفا سادسا إقامة البرامج والمشروعات والأنشطة والفعاليات المختلفة وغيرها وتنفيذها في قطاع الشباب التي تهدف إلى تأهيلهم وتطويرهم وتنميتهم وتمكينهم في القطاعات المختلفة سابعا تأليف اللجان اللازمة على وفق متطلبات العمل والمصلحة العامة لتنفيذ البرامج المختلفة التي تمكن المجلس من أداء مهماته الموافقة على تعديل الفقر واحد من قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2017 بشأن سكراب الحديد لتصبح بحسب الآتي أولا توجيه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة عدل أجهزة الأمنية والعسكرية بمنح سكراب الحديد إلى شركات وزارة الصناع والمعادن بدون ثمن ثانيا تتولى الوزارات الأمنية والعسكرية والأجهزة الأمنية بيع سكراب الحديد إلى هيئة التصنيع الحربي بثمن قرار عد المشروعات المتعاقد عليها والمكتملة متطلبات الإدراج مشروعات مستمرة لاستكمال توقيع اتفاقية القرض وعدم ربط توقيت الاتفاقية بسنة توقيع العقد استنادا إلى موافقة مجلس النواب على الاقتراض في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و24 و25 والسنوات اللاحقة الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى أحكام الدستور وفيما يتعلق بالمشاريع المتلكئة أقر مجلس الوزراء التالي الموافقة على ما يأتي زيادة مبلغ الاحتياط للعقد عمل تكسية حجرية لشط الكوفة ولمسافة 1150 متر من الجانبين مع منافذ انبوبية عدد 23 في النجف الأشرف زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة ربط طريق المرور السريع رقم واحد بمدينة الحلة الحلة كيش بطول 13 كيلومتر محافظة بابل وزيادة الكلفة الكلية للمشروع شكرا